العرب المستاربة العدانية نتتابع الغوص بتاريخ العرب وقصصهم المسيرة وكيف الأحداث التي أدت لوصولهم لما هم عليه تكلمنا في الفيديو السابق عن العرب العرب والبائدة وقصة حمير وغيرهم قبل هذا البيض نجد دعم قبل نستمر نصغر نشترك بالقناة اليوم نتحدث عن العرب المستاربة ومنهم العدانية والرسول محمد عليه الصلاة والسلام وأثبت النبي صحة نسبه لعدنان بقوله إن الله اصطفى من ولد إسماعيل عدنان واصطفى من عدنان كنانة واصطفى من كنانة بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وفي سنة الثلاث آلاف قبل الميلاد انتقل سيدنا إبراهيم إلى بلاد الشام وفلسطين والتي قال فيها الله تبارك وتعالى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وكان يسكن فيها قوم عربي يسمون العماليق وكانوا مشركين وتعايش معهم إبراهيم وسكن معهم ورزق الله بولد اسمه إسماعيل سركه وأمه في مكة بناء على طلب من ربه تاريخ مدينة مكة المكرمة مكة المدينة المقدسة تاريخها القديم يمتد لآلاف السنين حيث أن إبراهيم عليه السلام الذي هو من نسل سام بن نوح لم يكن له أولاد في شبابه فزوجته سارة من جارتها هاجر فولت له إسماعيل فأمره الله بوضعهم في وادي غير زيزر حيث نزل آدم وفي المكان الذي اختاره الله يكون بيت الله الحرم ويوم خلق السماوات والأرض ورجع إبراهيم لزوجته سارة في الشام فبقيت هاجر تسعى بين جبل الصفا والمروى باحث عن الطعام والشراب لابن الرضيع إسماعيل متوجه بقلبها إلى الله حتى أتمت سبع أشواط فاتاها الفرج من الله حيث أخرج لها الماء ينبع من تحت أقدام وردها إسماعيل المبارك ولكن خافت هاجر من اندسار الماء فأصبحت تجميها في مكانها وتقول لها زمية ماء فتحولت لبئ في الأرض يسمى زمزم وكان من بركة هذا الماء أنه يشبع الجائع ويروي العطشان وما هي إلا أيام حتى قفل عليهما قبيل جرهم معهم متقين للماء فانزلوا بجوارها فأحسنوا جوارها وأنسوا وحدتها فكان لإسماعيل وادها عندهم شأنا حتى شب وكبر وأصبح زعيم قائدا نبيا تاعيا فيهم وكان اعتمادهم على الإبل فقام بدكوب الخير وتعليمهم عليها وكان لإبراهيم عليه السلام زيارات للوالد وأمه فأول زيارة كانت له عندما شاهد في المنام أنه يزبحه فارع لتنفيذ أمر الله دون تردد وكان ابنه صالحا مطيعا منصاعا لأمر الله فكان مكان تنفيذ حكم الله آخر منه عند الجمراء تحيث أتاه الشيطان من عدة أماكن فكان يرجمه إبراهيم بسبع حصيات كل مرة وبعدها جاء الفداء العظيم من الله ونزلت الملائكة تزف الكبش لكي يزبحه بدلا من إسماعيل حكما من الله ويقول أن الكبش هو نشته قرب نابيل الذي قدمه فهذه إحدى زيارته ومن زيارات لهم بناءه بالتعويم مع ولده إسماعيل الكعبة وأذانه للناس بالحج ومن زيارته عندما جاء بيته فوجد زوجته فسألها عن أحوالها فشكت له ضنك العيش فأخبرها أن تقبر إسماعيل بتبديل عتبة بابه وطلقها وتزوج غيرها وزيارت كذلك عندما سأل زوجته الثاني عن أحوالهم فحملت الله وشكرته وقامت بضيافة إبراهيم من أحسن الضيافة فأمره بتثبيت اعتبة بابه فهنا فرح وكان منها أولاده وبالكتب القديمة تسمى مكة بلاد فارون أو جبال فارون وموصوفة بكثرة جبالها وجاء في كتب أهل الكتاب بدأ الوحي في سيناء واستعلن في ساعير وتلألأ من فارون أي مكة نسب إسماعيل إسحاق عليه السلام أنجب يعقوب والعيص والعيص لم يذكر له كونه غير نبي ويعقوب هو إسرائيل كما ذكر في القرآن العيص تجوج بنت إسماعيل اسمها نسمة ولما سكن إسماعيل في مكة ساكن قبيلة عربية أصيلة وهم بنوا جرهم وتعلم إسماعيل العربية منهم حتى صار فصيحا وله ولد اسمه عدنان وجاء لإسماعيل عشرة أبناء وبنت واحدة اسمها نسمة ومن أبنائه قدار ونابت ومسمع ومنشأ ولم يرد ذكر أحد منهم إلا العدنانية تنتسب إلى نابت وقدار فقط والعرب الحاليين في الجزيرة العربية هم أبناؤهما وبنت إسماعيل نسمة التي تزوجها العيس وجاء لهما ولدا وحيدا أشقر وإسمه روم وروم هو ولد الروم الموجودون في العالم العرب الذين سكنوا مكة الجراهمة وتزوج منهم إسماعيل امرأة تدعى السيدة بنت مضاط ابن عمر الجرهمي وإسماعيل وأولاده كانوا في مكة ولم يأتي منهم نبي ولكنهم كانوا على دين إبراهيم ولم يسعوا للحكم أو السلطة بل كانوا من العوام وفي تلك الفترة ظهر رجل حكم الدنيا كلها وبمن فيها مكة وكان كافرا واسمه بختنصر البابري بالعراق وكان ذلك بعد إسماعيل بزمن وقبل عدنان تقريبا في عام خمسمائة وسبعة وثمانون قبل الميلاد وقالت بعض كتب التاريخ إن من قاتل بختنصر مدافعا عن مكة هو عدنان وسافر عدد من جراهم إلى بلاد الشام وحران وجاء بختنصر وهدم المعابد فوق رؤوس اليهود بكهل من بلاد الشام وبيت المقدس وبعد حكم بختنصر جاء عزيرا اليهودي وأعاد لليهود مكانتهم بخطنصر دمر كل شيء وتفرد ابن كسير برواية غريبة تقول بان عدنان لديه ولد اسمه معد وقد أرسل الله له جبريل لينقله إلى الشام بالبراق وذلك حتى لا تصيبه معرة الجيش بختنصر وذلك أن من نسله سيخرج نبي آخر الزمان وكان لازما حمايته من الجيش كافر بختنصر وبعد فترة حكم بختنصر لمكة عاد حدنان لمكة ولم يجدوا إلا رجلا واحدا من نسلهم يدعى جوشم ابن جلهم الجرهمي فتزوج عدنان ابنة جوهم وكان اسمها معانة وولت له نزارا ونزار ولد له أربعة أولاد أنمار وإياد وربيعة ومضر والعرب اللاحقين من العدنانية خرجوا من نسل ربيعة ومضر ومن نسل مضر قريش ومن ربيعة خرج زبيان وعبس وغيرها من القبائل العربية ومضر لديه ولدان إلياس ومدجكة ومدجكة ولد فزيمة وبعد كنانا وبعده النظر فمالك فخضر حتى نصل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبين محمد وعدنان واحد وعشرون ولدا بحسب أهل العلم والنسب من عدنان إلى إسماعيل ففيها نظر وخلاف بين أهل العلم وبعد بخطان صرعات الجراهما إلى مكة وعاد الحكم لهم وبعد أدنان بفترة من الزمن أخذ الجراهما بالفساد والفجور وأقام إيساف ابن بغي على الزنا بفتاة تدعانا إلى فمسقهم الله إلى حجار وبعد فجور الجراهما استعان أهل إسماعيل بقبيلة غيرهم فأخرجوهم منها وقال قائلهم حزنا لفراقهم مكة كأن لم يكن بين الحدون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر ولم يتربى واصطنف جنوبه إلى المنحنى من ذي الأراك حاضر فقلت لها والقلب مني كإنما يجلجله بين الجناحين طائر بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر وكنا ولاة البيت من بعد نابت نطوف بذاك البيت والخير ظاهر فأخرجنا منها المليك بقدرة ذلك يا للناس تجزي المقادر وبادت خزاعة حكام مكة وأهل مكة أولاد إسماعيل ولكنهم لا يبغون الحكم ولا يطمحون له ولكن الماء بيدهم وجاء في كتب الصحاح أن عمرو ابن لحي الخزاع وهو أحد أمراء خزاع واخو عمرو ابن عامر ابن لحي الخزاع وكان لديه مال كثير حيث قيل إنه كان يملك عشرون الف ناقة وذهب إلى الشام وغير دين إبراهيم وبدأ يحكم عبادة الأصنام وأحضر معه صنم يدعى هبل ومع الوقت عبد إيساف ونائل مع الأصنام التي بدأت تنتشر وذلك أن أول من أدخل عبادة الأصنام للجزيرة هو عمرو هو عمرو ابن لحي وقال عليه الصلاة والسلام رأيته في النار يجر قصب أي أمعاء وفي فترة الحروب التي قامت بين جرهم وخزاعة دفن زعيم الجراهم سيوف وغيرها في بئر زمزم وأخفى مكانها أصل قريش تعود قريش لرجل يدعى النظر من كنانا أحد أجداد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حيث جمع القبائل العربية على كلمة واحدة وسمي بذلك قريش واسم قريش يعود لعدة احتمالات منها القريش من التقريش أي الجمع ومنه جمع القبائل العربية ومنهم من قال أن قريش من التقريش أي التكسب والتجارة وقال ابن عباس سبب قريش أنه مثل سمكة القرش التي تلقف كل ما يقف أمامها وبدعودا إلى مكة جاء رجل مضري يدعى قصي ابن كلاب وتزوجا امرأة من خزاعة اسمها حبة ولقصي شقيق يدعى زهرة وهو أحد أجداد إما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يامنا وكان عمرو ابن لحي قد توفيه وكان أمير خزاعة رجل يدعى حليل ابن حبشي الخزاعي وبعد حين من الزمن نازع قصي بني خزاعة على الحكم ووقع اقتتال في ذلك فحكموا يعبر بنعوف الكناني الملقب بالشداخ بعد اقتتال عنيف فحل القصة وحقن الدماء وجعل حكم مكة لقصي وقصي ولد له أربعة أبناء عبد مناف وعبد الدار وعبد العزا وعبد وأقام قصي دار الندوى وكان كبير زعيم جميع القبائل وزعيمهم في قريش وبعد وفاة قصي تنازع والديه في الزعامة عبد مناف وعبد الدار وآل الحكم لعبد مناف وأنجب عبد مناف كل من نوفل وهاشم وعبد الشمس وعبد العزا وعبد الشمس أنجب الأمويين وهاشم زع صيت كرمه وسمي هاشما لهاشمه السريد لأهل مكة وأنجب هاشم عبد المطلب جدا رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعبد المطلب من أعدى حفرة زمزم بعد سنوات من اختفائها وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو الوسائقي الذي استكشف تاريخ وأصول العرب سبين لنا أن العرب يحملون تاريخا غنيا ومتنوعا وقد أسهموا في تشكيل العالم ونأمل أن تكونوا استمتعتم بهذه الرحلة في تاريخ العرب وتوزيع معرفتكم بهم شكرا لمشاهدتكم نرجو المتابعة